لحضراتكم الجازل فني برضو لمتخب مصر للشباب كابتن وقال رياض مدير فني كابتن علاء عبد المدرب عامي كابتن ايمان طاهر مدرب حواصل مرمى كابتن عادل محفوظ مديراً إداريا نروح بقى لنتائج مباريات الأسبوع السابع لدوري الجمهورية مواليد 2003 مواليد 2003 النادي الأهلي قدر يفوز يقدر يفوز على المواليد العرب ثلاثة واحد وبتروجيت ومحب ركلات الترجيح نتائج مباريات الأسبوع السابع لدوري الجمهورية فيه ثلاثة الأهلي بيفوز ثلاثة واحد على المواليد العرب وفوز بتروجيت على سموحب ركلات الترجيح عارفين الدوري لما بينتهي بالتعادل السلبة والإيجابي بيكون فيه ركلات ترجيح بعد المباريات طانطة يفوز على الإسماعيلي 2-0 وعايز أقف عند النتيجة دي قطاع الناشئين في الإسماعيلي كان من أهم قطاعات الناشئين موجودة في مصر كان بيصدر لكل الأندية التراجع الكبير نظرة بقى هنا من القائمين في مجلس دارة الإسماعيلي إزاي يعود الإسماعيلي ناشئين ومرة أخرى والمنافسة على كل المسابقات مع الاحترام طبعا لإقطاع الناشئين في طانطة طلع الجيش يفوز على الزمالك 2-0 بلدية المحلة يفوز على بيرامتز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل فوز الجنة خمسة اتنين على القناة فوز مودرن فيوتشر على السد نادي السد بأسوان بركلات الترجيح وفوز زد على اتحاد السكندري 3-1 وفوز امبي على سيراميكا كليوباترا 3-2 نكمل مع بعض نتاج مباراة الأسبوع السابع لدوري 2005 اللي قدر يفوز فيه النادي الأهل أيضا على ودي دجلة 2-1 في ملاعب الناشئين في مدينة ناصر وفوز الزمالك على أسيوت 4-0 فوز امبي على زد بركلات الترجيح فوز المقوين العرب على غاز المحلة 1-0 الاسماعيل يفوز على السيراميكا 3-0 الجون يفوز على القناة 2-1 بلدية المحلة يفوز على فيوتشر 4-0 وفوز بيراميز على فارقه 3-2 وفوز بيترو جيت على حرس الحدود 2-0 هنروح لألفين وسبعة بعد التعادل السلبي مع امبي بيخسر النادي الأهل أمام امبي بركلات الترجيح لكن فريق 2007 عندنا ما شاء الله من الفرقة المتصدرة بطولة دوري الجمهورية فريق محترم وفريق كبير الجون يفوز على مكوين العرب 3-1 طلع الجيش يفوز على المجد السكنداري 2-1 غاز المحلة يفوز على الزمالك 2-1 فارقه يفوز على أسوان 1-0 وفوز سيراميكا على الدخلية بركلات الترجيح لإسماعيلي يفوز على المينيا 3-0 أيها هي دي النتاج الحلوة اللي احنا عايزين نشوفها لإسماعيلي دايما وفوز فيوتشر على بلدية المحلة 4-0 وفوز سموحة على زد 1-0 2008 الأهل يفوز على الجنة بركلات الترجيح وفوز إنتاج الحرب 4-1 على لفينة الزمالك 3-0 عراس غرب يفوز وفوز فارقه 2-1 على بلدية المحلة والإسماعيلي يخسر من أمبي 1-0 نكمل يا شباب 2008 وإمبي يفوز على الإسماعيلي 1-0 وفوز القناة على زد بركلات الترجيح المقانون العرب يفوز على سموحة 2-0 وفيوتشر يفوز 5-0 على أسوان والمصر يفوز على المصرية لاتصالات 3-0 نتائج الناد الأهلي في هذه الجوالات فيه كان نجم كبير في الناد الأهلي وأيضا منتخب مصر عنده من الخبرات الكبيرة جدا إن شاء الله ليقدر يساعد الكابتن باد الرجب بيها كان مساعد مع كيروش في منتخب مصر في بداياته أيضا كان تولى أو كان يعني تولى في قطاع الناشئين في وادي دجلة فعنده خبرات كبيرة إن شاء الله في المكان ده ويقدر يساعد الكابتن باد الرجب بشكل كبير نتمنى للمحمد توفيق كل محمد شاوي كل التوفيق هنروح بقى للناد الأهلي الجزيرة ومعانا زمان